السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في هذا الدرس الجديد من دروس الرياضيات للصف السابع درسنا اليوم سيكون في شكل مراجعة عامة في جزئها الأول للوحدات الخامسة والسادسة والسابعة في مراجعتنا للوحدة الخامسة سنحاول حل متباينات ذات خطوتين ثم حل متباينات متعددة الخطوات أما في الوحدة السادسة سنحل تدريبات حول درس المجتمعات والعينات وفي الأخير في الوحدة السابعة سنحاول فهم الإمكانية والاحتمال ثم إيجاد الاحتمال النظري لحدث ما وأخيرا إيجاد الاحتمال التجريبي لحدث ما قبل البدء في حل التدريبات إليكم هذه المعلومات المهمة للاستعمال عند حل متباينات متعددة الخطوات عندما تضيف العدد نفسه أو تطرحه من كلا طرفي المتباينة تظل العلاقة بين الطرفين كما هي عند ضرب كلا طرفي متباينة أو قسمتها في أو على العدد الموجب نفسه تظل المتباينة صحيحة عند ضرب كلا طرفي متباينة أو قسمتهما في أو على العدد السالب نفسه يجب عكس رمز المتباينة لكي تظل المتباينة صحيحة استعمال الخواص والعلاقات العكسية لعزل المتغير في حل المعادلات يبقى صحيحا عند حل المتباينات ننتقل الآن إلى التدريب الأول في هذه المراجعة حل المتباينة 4x-2n-2.5 بين قوسين minus 8 أصغر أو مساوي لـ 50 ثم مثلها بيانية أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل الخطوة الأولى استعمل خاصية التوزيع لإيجاد مفكوك المقدار الجبري 4x-2n-2.5 بين قوسين فنحصل على العبارة التالية حيث 4x-2n-8n و4x-2.5 equals 10 الخطوة الثانية اجمع الحدود المتشابهة ذلك أن 10-8 equals 2 الخطوة الثالثة استعمل العملية العكسية للجمع للتخلص من الحد الثابت 2 فنحصل على العبارة التالية بعد الاختزال negative 8n أصغر من 48 الخطوة الرابعة استعمل العملية العكسية للضرب لعزل المتغير n وذلك بقسمة طرفي المتباينة على العدد negative 8 بعد عكس رمز المتباين بعد الاختزال يصبح لدينا an أكبر أو مساوين لي negative 6 تمثيل هذا الحد على خط الأعداد سيكون كالتالي هكذا نكون قد انتهينا من الوحدة الخامسة ننتقل الآن إلى الوحدة السادسة ودرس المجتمعات والعينات وإليكم هذه المراجعة السريعة لأهم ما جاء في هذا الدرس مجتمع الدراسة هو مجموعة كاملة من الأشخاص أو الأشياء أو الأحداث لإجراء مسح يشمل مجتمعا دراسيا ما يجب أخذ مجموعة صغيرة منه أو عين تعكس العين الممثلة بدقة خصائص مجتمع الدراسة أما العين العشوائية فقد تشمل أي فرد من أفراد مجتمع الدراسة مثلا صف العينة ومجتمع الدراسة فيما يلي استطلاع لمعرفة أنواع الأزهار المفضلة لدى زبائن مشتل نحل العسل الأزهار المفضلة التوليب 16 الأقحوان 9 الورد 15 العينة هنا هي أحسنتم 40 زبونا لمشتل نحل العسل الذين تم سؤالهم وأخذوا إجاباتهم وتسجيلها في الجدول السابق أما مجتمع الدراسة فسيكون الجزء الأكبر الذي يحتوي هذه العينة وهو ممتاز كل زبائن مشتل نحل العسل ننتقل الآن إلى هذا التدريب في مسح وطني عن عدد الساعات اليومية التي يقضيها طلاب المدارس الأعدادية في أداء الواجب المنزلي ما العينة الأفضل تمثيلا لمجتمع الدراسة الجزء A هل هو الخيار A أي مجموعة من 941 طالبا في الصف الثامن في حي معين أم الخيار B مجموعة من 886 طالبا في الصف التاسع في دولة معينة أم الخيار C مجموعة من 795 طالبا في الصف السابع في مدن مختلفة أم الخيار D مجموعة من 739 طالبا في صفوف إعدادية مختلفة في مدن متنوعة أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل الإجابة D هي الإجابة الصحيحة لأن بقية الخيارات لا تمثل عين ممثلة لكل طلاب المرحلة الإعدادية بل لبعض الصفوف دون غيرها في هذه المرحلة الجزء B وضح التبرير المنطقي لإجابتك في الجزء A كما تعرضنا لذلك عند الإجابة في الجزء A فإن العين D هي الأكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة بقية العينات لأنها تمثل كل صفوف المرحلة الإعدادية أي طلاب الصف السابع والثامن والتاسع هكذا نكون قد انتهينا من مراجعة الوحدة السادسة ننتقل الآن إلى الوحدة السابعة ونبدأ بهذه المراجعة السريعة لدرس فهم الإمكانية والإحتمال حيث يصف إحتمال الحدث إمكانية وقوع ذلك الحدث كما تتراوح إمكانية وقوع الحدث بين المستحيل والمؤكد لكن الأوصاف الأكثر شيوعا هي إمكانية حدوث قوية أو ضعيفة الحدث هو ناتج واحد أو مجموعة من النواتج والناتج هو نتيجة ممكنة لفعل حيث يمكن التعبير عن الاحتمال في صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري أو نسبة مئوية إليكم إذن هذا التدريب الأول لدى باسمة علبة من الكرات الزجاجية جميعها بنفس القياس تحتوي العلبة على 6 كرات زجاجية حمراء 7 بيضاء 3 سوداء 4 خضراء المطلوب أي من الجمل الآتية صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل بالنسبة للخيار الأول من المستحيل أن تسحب باسمة كرة زجاجية زرقاء هو خيار صحيح لأنه لا توجد كرة زجاجية زرقاء وبالتالي فإن نسبة احتمال أن تسحب باسمة كرة زجاجية زرقاء ستكون كناتج مساوية لي ممتاز 0 to 20 أي 0 إذن الاحتمال هنا سيكون مستحيل بالنسبة للخيار الثاني إمكانية أن تسحب باسمة كرة زجاجية سوداء أكبر من إمكانية أن تسحب كرة زجاجية خضراء هذا الخيار خاطئ لأن الكرة الزجاجية الخضراء عددها 4 أكثر من الكرة الزجاجية السوداء التي عددها 3 الخيار الثالث من المؤكد أن باسمة ستسحب كرة زجاجية حمراء أو بيضاء أو سوداء أو خضراء هذا الخيار بطبيعة الحال هو خيار صحيح لأن نسبة سحب كل الألوان الموجودة في العلبة ستكون كناتج مساوية لي 20 to 20 أي 1 إذن الاحتمال هنا مؤكد الخيار الرابع إمكانية أن تسحب باسمة كرة زجاجية سوداء ضعيفة هذا الخيار كذلك هو خيار صحيح لأن نسبة هذا الاحتمال كناتج مساوية لي 3 to 20 وهي قيمة عددية قريبة من الصفر أكثر منها إلى الواحد إمكانية أن تسحب باسمة أو لا تسحب كرة زجاجية خضراء متساوية هذا الخيار هو خيار خاطئ لأن عدد الكرات الخضراء كما تلاحظون 4 وبقية الألوان عدد الكرات مساوية ل16 وبالتالي فإن الاحتمالين لن يكونوا متساويين ننتقل الآن إلى التدريب الثاني ألقى أحمد قطعة لعب منتظمة مكونة من 2 أوجه مرقمة من 1 إلى 2 صف حدثا مؤكدا وآخر مستحيلا باستعمال قطعة اللعب أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل تعلمون جيدا أعزائي الطلاب أن الاحتمال إذا كان مساوين ل1 فهو مؤكد وإذا كان مساوين لZero فهو مستحيل لذلك فالحصول على عدد من 1 إلى 10 هو احتمال مؤكد لأنه مساوين ل1 بينما الحصول على العدد 11 هو احتمال مستحيل لأنه مساوين لZero بفعل أنه لا توجد كرة أصلا تحمل الترقيم 11 ننتقل الآن إلى درس الاحتمال النظري حيث درسنا أنه يمكن إيجاد الاحتمال النظري لوقوع حدث ما إذا كانت النواتج معروفة وإمكانية حدوثها متساوية يمكن استعمال الاحتمال النظري والتبرير التناسبي لإجراء توقعات حيث أن الاحتمال النظري لوقوع حدث ما مساوين لعدد النواتج المرغوبة على العدد الكلي للنواتج الممكنة إليكم إذن هذا التدريب في أحد الألعاب كان احتمال التخمين الصحيح للصندوق الذي يحتوي على كرة تنس من بين 5 سنديق يساوي 1 إلى 5 المطلوب ما عدد الفائزين المتوقعين تقريبا إذا شارك في هذه اللعبة 60 متسابق أوقف الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تحلوا هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل الخطوة الأولى أكتب التناسب النسبة 1 إلى 5 كناتج مساوية للنسبة X2 أحسنتم 60 الخطوة الثانية حل التناسب من خلال ضرب طرفي المعادلة في 60 أحسنتم بعد الاختزال نتحصل على 60 over 5 equals X لكن 60 divided by 5 equals 12 إذن X مساوي لي أحسنتم 12 وبالتالي فعدد الفائزين المتوقعين هو 12 تقريبا ننتقل الآن إلى هذه المراجعة السريعة حيث يعتمد الاحتمال التجريبي أو التكرار النسبي على النتائج الفعلية للتجربة وقد يختلف عن الاحتمال النظري لوقوع حدث ما هذا التباين يتناقص كلما ازداد عدد محاولات التجربة يمكن التعبير هنا عن الاحتمال التجريبي كنسبة لعدد مرات وقوع الحدث إلى العدد الكلي للمحاولات إليكم إذن هذا التدريب الأخير في درسنا اليوم أدار كل من سعيد وبلال المؤشر 30 مرة وحصل على النتائج الموضحة في الجدول ما الاحتمال النظري لاستقرار المؤشر على العدد 2؟ أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة وإليكم الحل الاحتمال النظري لوقوع حدث ما هو عدد النواتج المرغوبة على العدد الكلي للنواتج الممكن النواتج المرغوبة هنا هي ناتج واحد فقط وهو استقرار المؤشر على العدد 2 بينما النواتج الممكنة مساوية لي أحسنتم 4 إذن الاحتمال النظري هنا سيكون مساوي لي ممتاز 1 over 4 which is equal to 25% بناء على النتائج الواردة في الجدول ما وجه المقارنة بين الاحتمال التجريبي والاحتمال النظري لاستقرار المؤشر على الرقم 2 أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا حل هذا التدريب شكرا على المحاولة الاحتمال التجريبي كناتج سيكون مساوين لنسبة عدد مرات وقوع الحدث إلى العدد الكلي للمحاولات بالنسبة للمحاولات الناجحة لسعيد كانت مساوية لي 8 plus المحاولات الناجحة لبلال مساوية لي 5 ممتاز أما العدد لكل المحاولات فهو مساوين لي 30 plus 30 أي 60 هذه النسبة ستكون مساوية لي ممتاز 13 over 60 المساوية تقريبا لي 21.17% وهذا بطبيعة الحال أقل من الاحتمال النظري المساوي لي 25% إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الجزء الأول من المراجعة العامة شكرا أعزائي الطلاب على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذه المراجعة